هناك شيء اسمها المعتقدات الأساسية أو المحورية التي داخل كل واحد فينا هذه المعتقدات ظهرت داخلنا من أحدنا صغيرين لا يتحرك في وقت ملوات كان عندك ستة سبعة سنين ولا حد عدى من جر ما يعدي على هذه المرحلة صح؟ هل ساعتها كان عندك فلتر يفرق ما بين الصح والغلط؟ لا، كانت الأشياء تدخل هناك أشياء كثيرة دخلت حياتنا وترسخت داخلنا ممكن يكون نتيجة تربيتنا، المجتمع، المدرسة، الدنيا اللي احنا فيها فطلع جوايا شوية معتقدات المعتقدات دي عن ثلاث حاجات ثلاث حاجات العلم يعني بيفرق ما بينه معتقداتي عن نفسي معتقداتي عن الآخر معتقداتي عن العالم اللي حوالي وقالوا أشهر معتقدات ما بين كوسين سلبية عن نفسي ثلاث حاجات إيه هم؟ إن أنا مليش إيمة إن أنا مليش حيلة إن أنا مش محبوب هبتدي بآخر واحدة يعني مليش حيلة يعني أنا مغلوب على أمري كل موقف أنا في ضحية أنا مش عارف أعمل حاجة أنا مش عارف أتصرف ده أخري ده معتقدات سلبي الثاني إن أنا مش محبوب أنا أحدش هيحبني أنا لو قربت من حد وعرفني كويس جدا هيكتشف إن أنا قديم مش محبوبة فهيسبني ويمشي أنا مليش إيمة يعني لو أنا قاعد في اجتماع أو ما تقدرش تعتمد على حد لازم تعمل كل حاجة بإيدك علشان لو اعتمدت على حد أكيد هيبوزها أو مش من الحكمة إنك تسك في حد أو عتدي ثقتك في حد ما تسكش في حد أبدا فمعتقداتي عن الآخر إن أنا عمري ما هسك في حد دي معتقدات داخلية دي عميقة جدا دي متأصلة جوا آخر حاجة معتقداتي عن العالم كل حاجة بتترتب دي أنا عندي مؤامرة كونية ما فيش أمل في المستقبل دايما شايف الدنيا ظلمة أو العالم مكان خطير جدا ما قدرش أنزل مش هنزل من بيتنا مش هروح الشغل ليه الدنيا خطيرة الدنيا صعبة ما فيهش يتراح فيه دي معتقدات الإنسان بيعيش من خلالها هل هي في قلبه بتحركه بتخلي صورته أو تصرفاته زي تخلي الناس تشوفه بالشكل اللي هي شايفها بيه أكيد عايزة وريك بس كلمة ربنا بتقول لنا إيه قدام كل المعتقدات السلبية دي علشان محتاجين نفلتر كده أفكارنا مرة كمان أنا بشاركك بشوية آيات صغيرة يا رب نكون شوفناها في مزمور 139 داود بيقول إيه أحمدك من أجلك إني قادم تستو عجباً يعني إيه جماعة أنتوا عارفين داود بيقول إيه يا رب أحمدك علشان مفيش حد شبهي يا سلام إيه يعني مين اللي قالك تقولي الكلام ده هو اللي بيقول كده يا يعني كل واحد ممكن يقول زي داود كده بالروح القدس إن مفيش حد شبهي أه ولا واحد فكر في الآية اللي بتقول أحببتكم قال الرب أنا محبوب ده عندي ده الدليل أنا محبوب أنا عارف أن أنا محبوب أنا مش محتاج حد يقولي أنت محبوب الآية بتقول في أفاسوس لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي ناسلك فيها يعني إيه إحنا صنعت إيديه مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها يعني الله حاطتني في العالم لغرض والغرض ده هو بيشكلني بكل اللي فيه عشان أكون بعيش من خلاله أستطيع كل شيء في المسيح اللي قويني ليه شايف نفسي ضحية كل مرة ليه كل مرة بقى في قدام نفسي وأقول لنا أنا مش حقدر مش حعرف أنا فاشل خلي بالك فيه فرق كبير جدا من أنك تقول الموضوع ده ممكن يكون فشل مني وأنك تقول على نفسك فاشل فيه فرق رهيب ممكن موضوع يفشل أه أنت فاشل لا دي غير دي خالص أنا فاشل ده إبليس بيقولك كده موضوع بعض ده أنا بتعلم عشان أكبر دي حاجة تانية خالص إذنس عنه كسفراء أنا مين بقى أنا مين بتحرك في الأرض دي كايه كسفير تعرفين السفير بيباركب ايه؟ بيبقعد فين؟ بيتكلم ازاي؟ بيعبر عن مين؟ عن بلده؟ عن مملكته؟ صح؟ عن الناس اللي هو بيمثلهم فاللي عايش كده بيتحرك كده تصرفاته كده كلامه كده الناس بتشوفه كده هويته الاجتماعية بتبع مختلفة وتتغيض